ازاي تقدر تخلي النرجسي يحس بالاهانة وتجرح كبرياءه؟ سلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم مع حلقة جديدة وفيديو جديدة عن النرجسية لكن قبل ما نبدأ حلقتنا لو حسيت انك استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل لايك وكمان تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك اشعار بكل الفيديوهات الجديدة في الحلقة دي يا جماعة انا هقولكم على حاجات لو قلتها للنرجسي هتخليه يغضب بشكل رهيب جدا وتجرح كبرياءه واحنا عارفين ان من دي من اكبر التحديات اللي احنا بنواجهها كبشر واحنا بنتعامل مع الاشخاص الصعبين دول لان احنا قابلنا الناس دي في وقت معين من حياتنا وعارفين كويس قوي كمية الاحباط اللي بنقابله وبيحصل لنا لما بيحصل بيننا وبين الناس دي اي تواصل في الحلقة دي هنكشف الحاجات اللي بتصير غضب النرجسي بسهولة شديدة جدا وهقولك على بعض النصايح اللي تخليك تعرف تتعامل مع الناس دي انك تفهم الكبرياء الهش اللي عند النرجسي ده وانه محتاج باستمرار انه يحصل على الاهتمام والانتباه والاحتياج للكلام ده بيخليه يحس دايما او يبع عنده حساسية عالية جدا من الانتقاد او اي تهديد محتمل لكبرياءه علشان كده جماعة اهم حاجة ممكن تصير غضب النرجسي بسهولة هو الانتقاد لما بتنتقد النرجسي هيبص للانتقاد ده على انه هجوم على شعوره بذاته واستجابته واستجابته ورد فعله ده يعني هتكون عن طريق الغضب والدفاع عن نفسه علشان كده من الضروري او لما بتكون مفروضة عليك العلاقة ومفيش فرصة للبعد او حماية نفسك انك تتعامل على قد ما تقدر باللين والحرص وتتجنب الانتقاد المباشر وتحاول تعمل لنفسك ردود فعل خاصة بيك وتكون مفيدة ليك اكتر احتياج الشخص النرجسي للسيطرة اهم شيء بالنسباله وعنده رغبة ما بتشبعش ابدا في السيطرة على الموقف والاشخاص اللي حواليه علشان كده اي محاولة لتحدي سلطة النرجسي وسيطرته ممكن تصير غضبه بشكل رهيب زي مثلا لو رفضت لنرجسي طلب معين او عرضت قرار خاص بيه فهيبص الموقفك ده على انه تهديد لقوته واللي يخليه بيخليه دايما عنده عدوانية بشكل واضح جدا المفتاح في الموضوع ده انك تكون حازم جدا في موضوع فرض الحدود الخاصة بيك بكل ثقة من غير ما تظهر انها عدائية او معادية له ودلوقتي انا هقول لك على خمس جمل او تعليقات ممكن تصير غضب النرجسي بشكل واضح يلا بينا نعرفها الجملة الاولى يا جماعة او التعليق الاولاني وهو كلمة لق التعليق السلبة يا جماعة واللي بيكون بعدم موافقتك للنرجسي بتكون عبارة عن ما يشبه قبلة الموت بالنسبة للنرجسي مش هيتحملها ابدا لانها بتقوله من الاخر كده انه ملوش اي قيمة وانه في موقف عاجز ولما بتقلم نرجسي كلمة لق بيبصلها على انها اهانة لكرمته وضربة موجعة جدا لشعوره احساسه المزيف بذاته اللي بناه وبيوهم اللي حوالي به من اكتر الحاجات اللي بتميز النرجسي شعوره المبالغ فيه بالاستحقاق اللي بيكون نابع من اهمية الزات المبالغ فيه فلو انت قلت للنرجسي لأ هو بينظر لكده على انه رفض شخصي لهويته وبتتملي نفسه بالغضب اللي بيخليه بعد كده يحاول اعادة اسبات سلطته وسيطرته اما الحاجة التانية لما تقول للنرجسي ان معظم الناس مش بتتصرف زيك في الحالة دي هيحاول انه يتفوق عليك ويدمرك لان جوه عقله هو شايف انه افضل من الناس العادية النرجسي بيعتبر نفسه انه ما بيخطئش ابدا وخارج حدود الانتقاد لما بتكون عايز تتجنب انك تكون ضحية لشخص نرجسي من المهم جدا انك تعرف ايه اللي بيصيره وتتجنب الحاجات دي في تعاملك معه وبكده هتقدر تحمي نفسك من التلاعب ولازم يكون عارف انك مستحيل تعرف تلاقي عيب في شخصية نرجسية لانه ما بيرتكبش اي اخطاء في اي تصرفات بيعملها وبيعتبر انه من المستحيل ان حد يقدر يطلبه بانه يتقيد بمعايير معينة تخص المجتمع اللي عايش فيه النرجسي بيعتبر كلامه قانون واي تحدي او معارضة له امر مش ممكن تصوره الشخصية النرجسية بتعتقد ان الناس العاديين دول اقل منهم ومن الممكن انه يدوس عليهم من غير اي ندم وبسبب الطريقة اللي في العقل النرجسي بيشتغل بيها بيكون من المستحيل ابدا انك تقدر تحلله او تفهمه لما النرجسي بيتحط في مستوى الناس العادية بيحصل له زيادة في الحساسية ناحية المقارنات مع الاخرين وبيزيد ميله لانه يرد بعدوانية النرجسي جماعة بيعتبر نفسه مسؤول عن مشاعرك وعن مشاعر الاخرين اللي حواليه وده اللي بيحاول انك تفهمه ولكنه في الحقيقة ان الرجسي بيتجنب تماما تحمل اي مسئولية عن افعاله عن طريق انه يلاقي اعذار في عقله كده هو زي يعني انه هو يحاول مثلا يخليك تحس انك مفروض تتعامل بحذر مع الناس اللي حواليك وعلشان كده هتلاقيه يقولك حاجات كده زي مثلا انا ما عملتش حاجة تخليك تتصرف بالطريقة دي ويبدأ يرمي اللوم عليك بالكلام ده وبيظهر نفسه على انه انسان عائل ومتزن في الوقت اللي بيصورك انت بصورة مضطربة وغير مستقرة النرجسي بيستخدم اسلوب الجاسلايتنج علشان يخليك تشك في سلامة عقلك ويخليك تعتقد ان الاوهام اللي في دماغك دي بسبب علاقتك بالنرجسي الحياة في علاقة مع شخص نرجسي حياة سامة لان الافكار الغلط ليها تأثيرات سلبية عليك وعلى اي حد موجود في دايرة العلاقة دي بيعتقد النرجسي ان افعالك مش زنبه ولكن بيرمي عليك ان انت المسئولية بسبب القلقك ووعيك الزايد بسبب الاسقاط والجاسلايتنج اللي النرجسي بيستخدمهم معاك ممكن تصدق انك انت السبب في المشاكل اللي بتحصل في العلاقة وانه مفروض تخلي بالك اكتر من كده من تصرفاتك يعني علشان ما تتصرفش بطريقة غلط مرة تانية النرجسي بيخلق عالم بديل وبيخليك هدف لهجماته ويشريك معاه في عالمه المغلوط ده النرجسي لما بيستخدم الجاسلايتنج علشان يخليك تشك في عقلك وفي الغالب بيحول معتقداته المشوهة دي عليك انت وخليك عارف انك لو مشيت مع النرجسي بعقلانية فانت كده بتضيع وقتك والمناقشة معاه بتكون عبارة عن انك بتلف في دايرة مفرغة ملهاش اي نهاية والنرجسي ما عندوش اي مشكلة ولا بيحس باي مشكلة بالنسبة له ناحية تأثير تصرفاته عليك ولازم تتأكد من حاجة مهمة جدا ان النرجسية هشة جدا لدرجة ان اي تجاهل بسيط ممكن يصير غضبه بشدة واللي بيخليه تحول لانسان بدائي العاطفة الاساسية اللي جواه بتكون الغضب وكل خوفه بيكون على نفسه مش بسبب طريقة كلامك انت او اسلوبك يبقى اللي عايزين نفهمه من حلقة النهاردة جماعة ان النرجسي عندو احتياج رهيب جدا للاهتمام والانتباه له وده بيشكل بالنسبة له تحدي لسيطرته وبيصير ردود فعل غاضبة جدا بشكل سريع وكمان ممكن رفض النرجسي يخليه حس ان الناس مش بتتصرف زيه وكمان النرجسي ما بيحبش يتحمل مسئولية تصرفاته وبيخليك دايما هدف لهجومه عليك في اي وقت لازم تتعامل مع النرجسي بمنتهى الحذر وتتجنب الانتقادات المباشرة وتحاول تقدم تعليقات بشكل ما يحيش بانك بتهجمه بشكل صريح والاهم من كده انك تحافظ على حنودك من غير مبسيق لمشاعره وحاول تتجنب انك تكون ضحية لتلعبه بيك ولما بتكون قادر على اكتشاف علامات النرجسية الواضحة دي هيساعدك جدا الكلام ده في الوقاية وحماية نفسك من تلعبه بيك وتحافظ على علاقتك بشكل افضل اتمنى يا جماعة تكونوا استفدتم من الحلقة كنت طولت عليكم وبشكركم ونتقابل ان شاء الله الحلقة الجاية شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته